اشتركوا في القناة اولا ما سبب سات الكسوف وش سببها كسوف الشمس والقمر وكسوف الشمس والقمر امر خارج عن العادة لانذار الناس وتخويقهم لما كان امرا خارجا من العادة شرع الله تعالى صلاة لها خارج عن العادة افهمت؟ قلت هذا من اجل ان تعرف حكمة الله عز وجل في كون الشرائع مناسبة للوقاعة صلاة الكسوف يبدأ الانسان فيها بتكبيرة الاحرام وقبل هذا ينادى ينادى على المنابر على المناير الصلاة الجامعة ويجتمع الناس في مسجد واحد ما هو في كل مسجد في مسجد واحد وهو الجامع هذا هو الافضل ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة 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 البقرة او الامران او السورة الطوالة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى ان بعض الصحابة سقط مغشيا عليه من طول الطيانة ثم يركع بعد هذا ركوعا طويلا طويلا ثم يرفع راسه فيقول سما الله ويقول سما الله لمن حمد ربنا ولك الحمد بمقدار ركول ثم يسجد ويطيل السجود كالركول ثم يجلس بين السجدين ويطيل الجلوس كالسجود ثم يسجد الثاني ويطيل هذه هي الركعة الأولى الركعة الثانية مثلها إلا أنها دونها في كل ما يفعل ثم يسمي وينبغي أن يعظ الناس ويذكرهم بعد الصلاة لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه هي صفة صلاة الكسور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عجى ذلك ولو كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه غير صحيح يعني غير صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ركع ثلاث مرات لكنه شاد وإنما حكمنا بشذوده لأن الكسوف لم يقع في عائد الرسول إيش إلا مرة واحدة خسفت الشمس في يوم تسع عشرين من شوال عام عشر من الهجرة يعني في آخر عائد الرسول عليه الصلاة والسلام وصادف ذلك يوم موت إبراهيم إبراهيم بن محمد على أبيه الصلاة والسلام وعليه قضوان في ذلك اليوم خسفت الشمس خسوفاً كلياً والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى انجلت الشمس ونقدر صلاةه والله أعلم بثلاث ساعات وهو قائم عليه الصلاة والسلام في هذا المقام عرضت عليه جنة والنار عليه الصلاة والسلام عرضت عليه جنة فتقدم ليأخذ منها قطفاً من عنب لكنه لم يشأ ذلك لأن نعيم الجنة يكون في الآخرة وعرضت عليه النار فتأخر خوفاً من نفحها وحصل أمور عظيمة وخطبة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول يجب على المسلمين أن يهتموا ويغتموا لهذا الحدث العظيم وأسمع في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف أنه يمر الكسوف أو الخسوف ولكن عادي ولا يصلون بعضهم وسمعت أن بعضهم يخرج إلى البر ومعه الدفوف يضرب دفوف نعم ويغني ولا أدل عدل غناهم هل تعلم شيء آدم لا أن أسمع أنهم كل هذا من البدء فهذه هي صلاة الكسوف وهي أفضل ما يكون من الصفات ولكن يجوز أن يزيد ركعة ثالثة أن يزيد ركعة ثالثة أن يزيد الركعة ثالثة بكل ركعة لأنه ورد عن بعض الصحابة لكن الأفضل ما جاءت في السنة وسبحانك اللهم وبحمدك اشتدوا أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك الخبر 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 الاعلان الاعلان أنا أرى أنه لا ينبر الاعلان عن ذلك لأنها إذا أعلن عنها خفت قيمتها خفت وزنها عند الناس وصارت كأنها أمر معتاد فلا وأنه ترك حتى يتبين للناس ثم أن الاعلان عنها مشكلة بعد أوجدها مشكلة أخر يعلنون عن الكسوف ويكون كسوفا جزئيا صريرا لا يتبين فبعض الناس يتعجل ويصلي كما حدثها قبل سنة أو سنتين أعلن عن الكسوف ولكنه ماذا وإذا أعلن عنه ولكنه لم يبين فإنها لا تجوز الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموهما فصلوا والكسوف عند أهل الفلك أحيانا يراجب الكسوف الظل بمعنى أن النور يخف لكنه ما يجبين شكراً لكم